نعم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عن الإحناة والله عنها يتأوى القرآن أن يعمل بالقرآن فبعد أن نزلت علي هذه السورة كان يكتب ما يقول عليه الصلاة والسلام في رقوعك وفي سجودك سبحانه اللهم ربنا وبحمدك اللهم نقل يعمل بما عمر الله سبحانه وتعالى به نعم وكهورمون آيفة السيارة فنسا أنه على فرد 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 فأسيني ف radه سيعطل فرد 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 فنسا أن يطلط سبحاني و يعطل سبحانه عن طريقةه ولله من يجار وهي وعطل سبحانه وتعالى فرد فضى فرد فشاني من يموت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أعطيك هذه السورة إذا كان نصر الله والفتح نصر الله الله سبحانه وتعالى نصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كافي فتح مكة أو في ريك فتح مكة على ما سأدي معنا أغلب إن شاء الله تعالى في سيرة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام والفتح فتح مكة وغير مكة نعم كافي فتح مكة نعم نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج أفواج أصح الناس يدخلون في دين الله أفواج وقوية شوكت هذا الدين نعم وسل سير فوق مصر دور إني رليون ورليون بني أن نسترك له كان الأصل وعلم مرمعنا الآن أن هذه النعمة تحتاج إلى مال إلى شكر كان لو قال قال لماذا لم تقوم هذه السورة فاشكر أو كلب لأن قلنا أن دور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا انتهى وبقي أن يموت عليه الصلاة والسلام و لا بد أن تكون نهاية الأعمال بهذا بالاستقرام وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وهذا فيه نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده محمد عليه الصلاة والسلام نعم ثم نأتي إلى تفسير سورة المسل سورة المسل هذه نزلت في عبد النبي صلى الله عليه وسلم أظلها أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العلماء رحمه الله تعالى أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أعسل منهم يصب العليم يا بخ مراجمين نعم نزل سورة كفيت للمسل وأنها كفيت لحدي لكوه الله تعالى وقصن كفر ولا يؤمن برغوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يحالب هذا التالي ولا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بل دافع النبي صلى الله عليه وسلم وها قصن هو في عميه ابدا نعم وقصن كفر وعاند واستكبر وحارب النبي صلى الله عليه وسلم شئ في أعلى ما أكون من المحارب مع أن العم في الغالب لا بد أن يدافع عمينا فيه وهذا كان عليه حال يعني هؤلاء قول أبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا القسم فيه هذا أبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم نعم من ستاكاتيبوري أبو لهب أرسل وفرصة طارقل أبو لهب سيكتورة الكريم أو كنوضة أبو لهب ستاكاتيبوري أبو لهب صلى الله عليه وسلم ستاكاتيبوري أبو لهب كافيا تأتي للتوفيشة صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب أي خارب وخشب ونسب الخسران وناقين اليد لأن اليد هي أداة العمل فهو خارب لأكبر نعم نسوه عبد السلام صلى الله عليه وسلم ويقول لهم من خلالهم أبو اللهب أبو اللهب لكي تقول وكي تقول يعني لم يرضى لا في الدنيا ولا في آخر وكي تقول لك أبو اللهب لكي تديننا ولكن في الدنيا ما أرضنا يعني لم يرضى أبو اللهب شيء في الدنيا في الآخر لم ينفع شيء من أموالي ولا من أولادي ولا من من كان معه على هذا الدين الصراعي ما يعرفون نعم يلت هنا من الدنيا وكي تقول لك تقول لك بحجة هااااااااااااااااا وكي تقول لك هم في أمواله ومات supports ومات بحجة ما يعرف أنه وعبين وغير وأنا وققصك نعم och det här med att kudet kastad kan innefatta han hade bar, han hade slavar så att allt utan att överhandsa möjlighet också inte gör honom någon nytta och ändå är det så att hakim kolla på hur ett hundar kan avsluta så illa för att må Allah skydda oss att våra liv ska avsluta han blev och hans barn inte ville komma inna vannom då var det där som vi skulle bli smittade så då ser jag var med och jag skulle ha skuttat till man ska höml sådär han skuttat skuttat sådär och hur han skuttat och då och sådär حتى مات. نعم. هنستنى لدار اي دهار مردي دان در اي دهار هنفت اين بسانت مات دود. فعند مرات ما استطاع نبتلقوا منه. لأن خارو علي انتقل اليه من مرد. بخاصة بعد الموت. نعم. نام دود دي لين تنون نعم. فاقذوا عصب واخذوا يزرحوا يزرحوا حتى وضعوا بحضرة ثم رموا عليه السلامة نعم. 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 هل هذا العلاب لأبي لهب واحده؟ لا لماذا لأنه كان في الدنيا يتعارب هو وزوجك replenى هذا العلاب معاني وضف جسل من الشفو Och detta öde som han fick Abu Lahab då Kommer också på hans chyster att få För han och chysterna samarbetade Och motarbetade och motverkade Och de kommer som sagt mötas till samma öde Kanet Tammel Asshore Watadarå di toriiqe Nabi sallallahu ala aalu sallam Somna de aqqad och motarıs fattur Sofitta sallallahu ala sallam Länsu tafsir i gubblomar Fy jindihaha ajvnionatihaha Habl Menniiv Yozyhaha sallallahu ala sallam Film akhra kala tanpa tsmah havad i ddunin Namm Omhaz the atharsbar ترجمة نانسي قنقر ثم نأتي إلى تفسير سورة الإخلاص سورة الإخلاص جمعت بهذا الإسم لأنها تخلص قارئها بالشكل إذا وسوس لك الشيطان في ذات الله سبحانه وتعالى من العياد أن تقرأ هذه السورة فيذهب عن هذه الأشياء التي جاءت من الشيطان نعم نحن 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 سورة الإخلاص لأنها أخلصت في وصف الله لم نذكر في هذه السورة شيء من الأحكام أو شيء من القصص ذكر في هذه السورة التوحيد فقط نعم أنا نتوقع الآن بأن هناك إخلاص فالنهار غريب رئيس سب الله كله ودستيبه 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 نعم 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 تقدر معنا نعم الخطاب في قول الله سبحانه وتعالى قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه خطاب إليه يعني الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل واحد أن يعلم ويقول أن الله سبحانه وتعالى هو واحد في رقوبية في أولوهيته في أسماء وصفاء نعم ألم شروں سوى وكيفار أولوهيته في أمود Thing وبالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه است bunları أعطيتهaben أن الله أتعالى هو الله وأحد الله سبحانه وتعالى الخلاة كل الظهر تنتج إليك فهو سبحانه وتعالى مستمع كل شيء وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى نعم وأن الله سبحانه وتعالى لا أرسي نعم 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 وأن الله سبحانه وتعالى هو السيد الذي قَمُّلَ في سُحَّدَده قَمُّلَ في linhal equality قَمُّلَ في фaquلواحيت قَمُّلَ في أسماء والصفن فهو سبحانه وتعالى له أسماء والحسن والصفاة والصفن نعم وأن الله له вин ف droه وانه ن hardened 丹eden لم يلي ولا نولد أي أن الله سبحانه وتعالى مستغني عنا يوارد والولد نعم وك الله سبحانه وتعالى آره في السر وكذبت هل فرد فك الله سبحانه وتعالى آره في ذلك نعم لم يلي ولا نولد فالله سبحانه وتعالى ليس تمثل شيء وكذبت هل سبحانه وتعالى غني عن الوالد وعن الوالد وعن الزوجة فنسبة الوالد إلا الله سبحانه وتعالى كوفر أكبر مخريف دنامي نعم وك الله سبحانه وتعالى أعني وك نعم إلتحانه ورحب فقد دعون سنفوص وك الله رحب وكوفر سنفوص وكوفر سنفوص ولم يكن له كفوا أحد لا يوجد بالله سبحانه وتعالى مد مثيل مكافئ مشارف لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لكمال غناء سبحانه وتعالى وكمال أحدينه وصمدينة أن الله سبحانه وتعالى وآخره في ربوغية في ألوية بأسمان وصفات نعم وك الله وكبره لا يوجد بالله وكبره وكبره مكافئة لك لك وكبره لماذا سبحانه وتعالى لك يجب على مدينة اشتركوا في القناة قدم معنا هذا في تفسير الاستعاد أعوذ بالله من شفاقه نعم نستكفيت على الفلق وكنا نستكفيت أعوذ بها السكينية لتار بي جندر الشيخ أكودي صلى الله عليه وسلم نعم أعوذ ألتدي أعتصم ولا ممكن أن نلتدي أعتصم إلا بالله نعم قد يوم بنا مثل الله يوسف أكويت وغلّا بي الله سبحانه وتعالى نعم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب برب بالفلق الفلق أن الله سبحانه وتعالى فالق الإسباح يعني جعل الليل غير منها وفالق الحب والنور هذه الحبوب الآن عندما نضعها في الأرض كفلق ويأخذ منها الزرق ما الذي جعلها كفلق هو الله سبحانه وتعالى والله لا يستطيع لهذا أحد نعم دائما السكة الخجوة صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى مِن شَرِّ تَسْتَعِلْ مِنْعَدَ مِن شَرْ كل مخلوق سوان كان من الجن أو من الإنس أو من غير نعم ومِن شَرِّ رَاسِقِ إِلَى وَعَبْ يعني مِن شَرْ ما يكون في الليل إذا وقت إذا دخل الليل إذا دخل الليل في الليل في الغالب أعمال من؟ أعمال الشياطين فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى من شَرْ كل مخلوق وتستعين كذلك مما يكون في الليل إذا دخل لأن هذا في الغالب أعمال الشياطين نعم أعمال الشياطين أعمال الشياطين أعمال الشياطين سبحانه وتعالى وأعطل أعمال الشياطين أعمال الشياطين يقول انه اسم vemحاجات المحفى ويحاجات المحفى ويحاجات الامن أمي شادس الكثير المحفى المة المحفى يقول بعض الرلماء أن الحسد هو عدم محبة ضرقاء النعمة عند الغير سواء كان أراجل زوال هذه النعمة أو كراهية أن يكون عند الغير نعمة سواء كان تمنى أن تزرع عن هذه النعمة أو لم يتمنى أن يتمنى الجlling Auburn هذا نعم تجأ вас من كان يستمر في نعمة سواء كان الأللة أجرعCha كان ngày عادي قد يتزرع أولا إن يتزرع نعم وأجرس يتزرع ل أنا أ consecutive أن يتقين خلين الأماكن أ совершط الأماكن أخذ أن يحق السوق الأماكن أخرين انت اليك سوء سا سا فسنا دنات شون سا سا تلو Carnegie دو ايضا اسم از طوية سوء سوء نعم شونا بعدة هار سورة الناس نعم هل أعور نعم نعم دي مالا د رد الخالب المالك المجبر رب لمن؟ لكل الناس سواء كان مسلمين أو رفا فالله سبحانه وتعالى هو الورد هو الخالب المدبر سبحانه وتعالى وملك الناس وقد تقدم معنا في صورة الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى ملك ومالك وملك الناس وملك الناس وملك الناس وملك الناس في صورة الفاتحة إله الناس فالله سبحانه وتعالى هو المعبون المستحق لأن يُعبد واحد أو لا شيء نعم من فنصف جيدا الله أندس كبير كصيرا الله نعم من ماذا؟ من ماذا تستغيل؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر من يوسوس ثم يخنس يعني يختهي وبالخاصة يختهي عند ما يقوم الإنسان بالعبادة بالأذان وغيره نعم وحذكا الله سبحانه وتعالى من يخلق من سبحانه وتعالى ملك وقافلين لأذانelp وطلبين من سبحانه وتعالى من رجل أحلام في سدور الناس وساوس ويلعب فما لا تسمع فالتجع وتعتصن بالله سبحانه وتعالى نعم هل هذا الشيطان هو من الجن فقط أو من الجن والإنس من الجن والإنس من الجن والإنس ودأ post الشيطان أو شيطان الإنس ما يقول 중국 الشيطان الإنس ش에도 أحد مكلام الشيطان الإنس خطعا لماذا؟ لأن الشيطان الدين تقول أعوذ بالله من الشيطان الدين يذهب أما الشيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الدين يزيد ويقف والله أقف الشيطان الدين يذهب الأن السيد ويقف والله أعلم صلى الله عليه وسلم